حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية عن ضمرة ابن حبيب أن أبن زغب الإيدي حدثه قال نزل علي عبد الله بن حوالة الأزدي فقال لي وإنه لنازل علي في بيت بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حول المدينة على أقدامنا لنغنم فرجعنا ولم نغنم شيئا وعرف الجهد في وجوهنا فقام فينا فقال اللهم لا تكلهم إلي فأضعف ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها ولا تكلهم إلى الناس فيستأثر عليهم ثم قال لا يفتحن لكم الشام والروم وفارس أو الروم وفارس حتى يكون لأحدكم من الإبل كذا وكذا ومن البقر كذا وكذا ومن الغنام حتى يعطى أحدهم مئة دينار فيسخطها ثم وضع يده على رأس أوهامتي فقال يا أبن حوالة إذا رأيت الخلافة الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك حسنا حجاج حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيت التجيبي عن عبد الله بن حوالة الأزدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من نجى من ثلاث فقد نجى قاله ثلاث مرات قالوا ماذا؟ يا رسول الله قال موتي ومن قتل خليفة مستبر بالحق يعطيه والدجال حدثنا عصام بن خالد وعلي بن عياش قال حدثنا حريز عن سليمان بن سمير عن أبني حوالة الأزدي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون أجناد مجندة شام ويمن وعراق والله أعلم بأيها بدأ وعليكم بالشام ألا وعليكم بالشام ألا وعليكم بالشام فمن كره فعليه بيمانه وليسقي في غدره فإن الله عز وجل توكل لي بالشام وأهله